اشتركوا في القناة في الثامن والعشرين من مارس الماضي وجاء في البيان المشترك انه بناء على قمة النغب والتي عقدت في سديه بوكير اسرائيل في شهر مارس من هذا العام والتي تقرر فيها تشكيل اطار للتعاون الاقليمي متدى النغب فانها حكومات مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية ودولة اسرائيل والمملكة المغربية والامارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الامريكية ممثلة بكبار المسؤولين من وزارات الخارجية قد عقدت الاجتماع الاول للجنة التنسيقية لمنتدى النغب في المنامة البحرين بتاريخ السابع والعشرين من يونيو الفين واثنين وعشرين وكان الهدف الرئيس للجنة هو زيادة تنسيق الجهود الجماعية وتعزيز الرؤية المشتركة للمنطقة وفي هذا السياق فقد تم تناول وثيقة اطار عمل لمنتدى النغب حدد فيها اهداف المنتدى واساليب عمل هيكله واضف البيان ان هذا الاجتماع يوضح قوة العلاقات والالتزام المشترك بالتعاون والفرص المهمة التي اطلقتها العلاقات بين اسرائيل ودول المنطقة ما يظهر ما يمكن تحقيقه من خلال العمل معاني التغلب على التحديات المشتركة كما اكد المشاركون ان هذه العلاقات تساهم في دفع العلاقات الاسرائيلية الفلسطينية نحو حل تفاوضي للصراع الاسرائيلي الفلسطيني وكجزء من الجهود المذولة لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل وقد ناقشت اللجنة التنسيقية تعين رؤساء لكل من مجموعات العمل الست والتي اطلقها الوزراء في قمة النقب ومن المقرر ان تجتمع مجموعات العمل بانتظام على مدار العام لدفع المبادرات التي تشجع التكامل الاقليمي والتعاون والتنمية لصالح شعوب المنطقة استعدنا في مملكة البحرين باستضافة الاجتماع الاول للجنة التنسيقية لمنتدأ النقب من بعد غمة النقب التي استضافتها اسرائيل بتاريخ 28 مارس الماضي اجتماع اليوم هو اجتماع اساسي ومهم لمستقبل منتدأ النقب تم النقاش حول آلية عمل هذا المنتدأ وتم التوافق على ان يكون هناك اجتماع وزاري سنوي للدول المؤسسة الست مملكة البحرين الامارات العربية المتحدة جمهورية مصر العربية الولايات المتحدة الامريكية المملكة المغربية ودولة اسرائيل الرأس الحالية لدولة اسرائيل ستستمر حتى اجتماع الوزاري القادم وسيكون هناك لجنة تنسيقية بطبيعة الحال اجتماعها الاول عقدة اليوم وتوافق على انشاء ست مجموعات عمل وتم تقديم التوصيات اللازمة لاجتماع الوزاري القادم لإعتماد الوثيقة التأسيسية لمنتدأ النقب التي نأمل أن يتم التوقيع عليها في الاجتماع الوزاري القادم نؤمن بأن استضافة مملكة البحرين لهذا الاجتماع يمثل استمرارية للنهج الذي تتبع مملكة البحرين بقيادة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم ببناء جسور السلام والتعايش والازدهار بين شعوب المنطقة وندرك تماما بأن هذا المنتدأ سيكون منصة هامة في العمل متعدد الأطراف خدمة لدول ولشعوب المنطقة علي أن أقول أنه عندما ننظر إلى السنتين الماضيتين على توقيع اتفاقيات إبراهام للسلام نجد أن قيمة التبادل التجاري مع شركائنا في المنطقة قد ازدادت بنسبة مائة في المائة ومنها التبادل التجاري مع مملكة البحرين يمكنني أن أقول أن جميع الحكومات قد استثمرت وتعمل على خلق أرضيات مشتركة وعلاقات تجارية متنوعة